رسالة بولوسا إلى فليمون الأصحاح الأول في صلواتي شكرت إلهي على ما بلغني من إيمانك ومن محبتك للرب يسوع ولجميع الإخوة القديسين داعيا أن تكون مشاركتك في الإيمان سبيلا إلى إظهار كل ما نقدر عليه من خير لأجل المسيح وكم كان سروري وعزائي عظيمين بمحبتك أيها الأخ لأنك أنعشت قلوب الإخوة القديسين لذلك فمع أن لي كل الجرأة في المسيح أن آمرك بما يجب عليك فإني آثرت أن أناشدك باسم المحبة أنا بولوس الشيخ الكبير والسجين الآن من أجل المسيح يسوع في أمر ابني أوني سيموس الذي ولدته في الإيمان وأنا في السجن وكان فيما مضى غير نافع لك فصار اليوم نافع لك وليه أرده إليك أرد قلب نفسه وكنت أحب أن أبقيه هنا معي ليخدمني بدلا منك وأنا سجين من أجل البشارة ولكني لا أريد أن أعمل شيئا من دون رضاك ليكون هذا الإحسان منك طوعا لا قصرة ولعل أوني سيموس ابتعد عنك بعض الوقت ليعود إليك للأبد لا ليكون عبدا بعد اليوم بل أفضل من عبد أي أخا حبيبا في المسيح وهو أخ حبيب إلي فكم بالأحرى إليك أنت سواء كعبد في الجسد أو كأخ في الرب فإن كنت تحسبني شريكا لك في الإيمان فاقبله كما تقبلني وإن كان أساء إليك في شيء وكان لك عليه دين فاحسبه علي وأنا بول سأوفي وهذا أكتبه بخط يدي ولا أقول لك أنت مدين لي بنفسك كلها نعم يا أخي أحسن إلي في الرب وأنعش قلبي في المسيح ولثقة وأنا أكتب إليك بأنك ستلبي طلبي بل أنا على يقين أنك ستعمل أكثر مما أطلب منك وما عدا ذلك فاحجز لي مكانا لإقامتي لأني أرجو أن يستجيب الله لصلواتكم فيردني إليكم يسلم عليك أبا فراس السجين معي في سبيل المسيح يسوع وماركوس وأرسترخس وديماس ولوقا رفاق في العمل لتكن نعمة الرب يسوع المسيح مع روحكم ترجمة نانسي قنقر